اشتركوا في القناة او ابداعي من استخدم الزهري او البرداني الدافي واذا كانت فعاليتنا ماخد طابع احتفالي ممكن استخدم الاسود مع الوان مثالك مثل الذهبي مش ضروري طبعا تتقيدوا بهاي الالوان لكن ضروري انكم تقرروا شو هي الالوان اللي رح تستخدموها في الفعالية تاعتكم وتعكسوها في كل اشي الو علاقة بالفعالية من مجسمات مطبوعات لافتات الى اخره لكن اهم شي انكم ما تبالغوا الالوان لازم تبرز المساحات مش تطغى عليها هاي من اهم قواعد الالوان اللي بنصحكم تكون دايما في بالكم سواء في تصميم الفعاليات او اي شي تاني نحكي هلأ عن الزخرف النسيجية والمتعرف عليها اكتر بتسمية تكستر في تكستر بيكون مرئي ومحسوس يعني الجمهور بيشوفه واذا لمسه بيحس فيه مثل الورق المطبوع اللي بتكون طالع منه نقطة صغيرة بارزة بنشوفها ومنحسها وفي تكستر بيكون بس مرئي احسن مثال عليها كلنا شفناه هو ورق الجدران اللي على شكل طوب بيبين طوب وبيعطي جمالية اذا استخدم بالمكان المناسب لكن اذا لمسنا ما منحس بشي فكروا في اضافة تكستر اذا الميزانية بتسمح لانه التكستر بلعب دور كبير في تفاعل الناس مع الانشطة طبعا اذا كانت طبيعة الفعالية بتسمح بهذا الشي مثلا اذا الفعالية كانت مخصصة عشان الاطفال يلعبوا رح تلاقوا انهم بنطوا على الارضيات المططية وبضربوا بيديهم واجريهم المجسمات المبنية على شكل حيطان الى اخره في الفيديو التالي رح نحكي عن اخر عنصر من العناصر الاساسية المرتبطة بتصميم الفعاليات اللي هو تصميم الدعوات وترتيب الكراسي باستناكم